دنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الموضي قدما في بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استطانية في منطقة إيوان الواقعة شرق القدس المحتلة وشدد ناطق الرسمي باسم الوزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ديفالله علي الفايز على رفض المملكة الأردنية للسياسات الاستطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والتي تهدم فرص حل دولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية